بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتعلم ان شاء الله مع بعض نحل المسألة دي هي عبارة عن مسألة عن normal distribution بيقول في المسألة in a certain city the number of power outages per month is a random variable يبقى هنا ال random variable اللي عندي عبارة عن number وطبعا احنا عارفين number هو عبارة عن discrete مش continuous فبالتالي هيقول لي بعد شوية ان if the distribution can be approximated closely with a normal distribution يعني ال distribution الاصلي مش normal لان ال random variable اللي هنا عبارة عن discrete random variable مش continuous فبالتالي لما هنجي نعبر عن ال random variable هنعبر عنه هنا بأريا زي ما هنشوف بعد شوي المهم هنا بيقول لي having a distribution with mu equal 10 يبقى المتوسط هنا عبارة عن 10 and sigma equal 2 يبقى معرف لي هنا كمان ان السيجما بيساوي 2 وزي ما شوفنا بيقول لي هنا if this distribution can be approximated closely with a normal distribution يعني هو هيعتبر ان هو normal distribution بيسألني بقى بيقول لي what is the probability that less than eight outages in any one month فبالتالي قيمة ال x هنا اللي هي بتمانية فهو عايز probability ان ال x تكون less than يعني اصغر من تمانية طيب وبما ان ال x زي ما اتفقنا هنا ان هي discrete فبالتالي التمانية دي على الرسم بتكون بالشكل ده ان دي مثلا كده تمانية طبعا انا رسمتها على الشمال لان دي عشر اكبر من التمانية فلما بنجي نمثل التمانية زي ما تعلمنا بناخد قبلها كده نص وبناخد بعدها نص يعني بالتالي بتبدأ من سبعة ونص الى تمانية ونص يبقى المساحة دي كلها كده اللي هي بين الخطين دول دي بتمثل التمانية فلما يقول لي ليس زين ات معناها ان الاحتمال المطلوب اصغر من ات يعني لا يحتوي الات فبالتالي هو لا يحتوي المساحة دي كلها فبالتالي هنبدأ من عند السبعة ونص لنيجيتف انفينيتي وبالتالي لما هنيجي نعمل بقى التعديل هنغير التمانية دي ونخليها سبعة ونص لان زي ما اتفقنا كده ان ده دي سكريت راندم فاريابل يبقى دي كده الحالة الاولى ان احنا هنعدل التمانية لسبعة ونص طيب نشوف المطلوب التاني كده بي وبعدين نتعلم ازاي نحسب القيم دي كلها مرة واحدة فناخد هنا البي بيقول لي اتموست طبعا كلمة اتموست هنا اللي هي على الاكثر تمانية يعني بالكتير تمانية فبالتالي هو عايز الاقل من لغاية تمانية فانا مفسرها هنا انها less than or equal to it يعني معناها ان التمانية كمان مشمولة معايا فبالتالي لو انا جيت اكتب الprobability بتاعة البي هكتبها بالشكل ده انه هو طالب probability of x less than or equal يعني اصغر من او يساوي التمانية طيب نفس الكلام برضو التمانية دي هنعدلها لان هي discrete فبالتالي لما نقول اصغر من او يساوي التمانية يبقى التمانية كمان مشمولة معايا يبقى بالتالي انا هاخد المساحة اللي اصغر من تمانية ونص فبالتالي هعدل الرقم ده هنا الى تمانية ونص طيب نشوف المطلوب التالت هنا بيقول لي مور زان ايت مور زان يعني لو جيت اكتبها هقول probability of x مور زان يعني اكبر من الايت برضو نفس الكلام الايت دي لما هنيجي نعدلها لانها discrete هقول مور زان ايت يعني لا تحتوي الايت فبالتالي هبدأ من النقطة دي وهامشي كده مور زان في الاتجاه ده فبالتالي هاخد الاكبر من التمانية ونص فبالتالي هعدل التمانية هنا وخليها تمانية ونص طيب نشوف المطلوب الرابع هنا بيقول لي at least 8 وبين قصين انا كاتبها مور زان او ايكول يعني اكبر من او يساوي طبعا المساحة اللي احنا اخدناها بالاخضر دي هي الاكبر من لما اخد معاها اليساوي يعني هاخد الايت كمان معايا في الاعتبار فبالتالي هبدأ من السبعة ونص واكبر يبقى هاخد المساحة دي كلها وبالتالي لما هجأكتبها هقول probability ان الاكس تكون اكبر من او يساوي التمانية دي هحول التمانية دي وخليها اكبر من او يساوي السبعة ونص طيب علشان نحسب بقى قيم الاحتمالات دي كلها ممكن طبعا نحسبها بالجداول وممكن نحسبها باستخدام جيو جيبرا انا هحسبها باستخدام برنامج جيو جيبرا وانت هتأكد عليها باستخدام الجداول طيب هنحسبهم بقى دلوقتي واحدة واحدة كده المطلوب الاول ايه اللي هو اللي هو probability ان الاكس اللي هي قلنا هنعدلها ليه 7.5 وبالتالي لما هنيجي نحلها بالبرنامج هنا طبعا هو الديفولت بتاعه ان بيعتبر الميو بزيرو احنا عندنا الميو هنا بعشرة فهعدل هنا قيمة الميو اخليها عشرة واعدل قيمة السيجما برضو اخليها هنا باثنين وبعدين انا عايز هنا المساحة اللي اصغر منه فبالتالي هاختار كده وطبعا الرسمة هتأكدلي على الاختيار اللي انا اختارته فهضغط على الايكونة دي واقول له ان الاكس اصغر من او يساوي طبعا اصغر من او يساوي او اصغر من بس اللي اتنين زي بعض في النورمال ديستريبيوشن فبالتالي هاعدل الواحد دي واخليها 7.5 طبعا زي ما احنا شايفين اهو حسب للمساحة من 7.5 الى negative infinity وبالتالي قيمة الprobability زي ما احنا شايفين كده هتساوي 0.1056 وانت تقدر تتأكد منها باستخدام الجدول المطلوب التاني اللي هو بي بيقول لي هنا at most less than or equal to 8 اللي احنا كتبناها هنا اللي هي less than اصغر من او يساوي 8.5 يبقى دي الprobability ان الاكس less than او equal مش هتفرق معنا 8.5 يبقى كل اللي هنعمله ان احنا هنعدل 7.5 هنا الى 8.5 طلعت الprobability هنا 0.2266 يبقى دي 0.2266 طيب نشوف كده المطلوب C بيقول لي هنا more than eight outages more than يعني اكبر من اللي احنا كتبناها بالشكل ده فاحنا عايزين probability ان الـ X تكون more than يعني اكبر من والتمانية عدلناها الى 8.5 وبالتالي دي هتساوي يبقى هاجه هنا علشان عدل اكبر من هاختر الايكونة دي اللي هي بتجيب للمساحة اللي اكبر من وبالتالي هتبقى X اكبر من او يساوي 8.5 تطلع 0.7734 0.7734 طيب نشوف المطلوب الاخير اللي هو دي بيقول لي هنا at least اللي هي more than or equal فبالتالي هكتبها بالشكل ده اللي هي دي probability of more than اللي هي اكبر من or equal زي ما اتفقنا هنعدلها وان احنا هنكتب ايه 7.5 يبقى دي كده 7.5 فمجرد بس هنيجي نعدل هنا ان الـ X اكبر من او يساوي بدل 8.5 هتبقى 7.5 طلعت الـ probability point 8.9 44 يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نحل المسألة دي والمطلوب منك وانت بتذاكر ان انت تحل المسألة دي باستخدام الجداول وتطلع نفس القيم اللي احنا طلعناها باستخدام برنامج جيو جيبرا اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تحلل المسألة ديواليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو